موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم وكل اعماله فصير الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الفرسان الحقيقة قبل ما نبدأ حلقتنا عايز بس أتقدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام مرة تانية للسادة المشاهدين والزملاء وأيضا بعد المسؤولين اللي تواصلوا معانا على صفحة البرنامج اللي موجودة أمام حضراتكم بخصوص الحلقة السابقة وأشاده بما جاء فيها من معلومات هامة جدا وأرقام وإحصائيات تم ذكرها على لسان خبير التنمية الزرعية المستدامة المهندس الشرباجي علي غريب في فقرة فرسان الوطن وهو طبعا ضيف دائم معانا برنامج وإحنا بنأكد لحضراتكم أننا سنظل نقدم المعلومة الصحيحة والأرقام الأكيدة لكل المشاريع التنموية في كل المجالات وعايز أتقدم برضو بخالص الشكر والتقدير والاحترام للاستاذة الوزراء والمسؤولين اللي برنامج الفرسان تواصل معهم وقمنا بتهنائتهم على المناصب الجديدة وأكدوا لينا أنهم أهم أولويتهم هي تزليل العقبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال وحل مشاكلهم والقضاء تماما ونهائيا على البروكراطية والروتين لمساعدة رجال الأعمال والمستثمرين على البدء في مشاريعهم وأيضا التواصل المباشر مع المواطنين وحل مشاكلهم وكل الدعم أيضا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وللحكومة والقيادة السياسية على الفكر الجديد والتعليمات للسادة الوزراء والمحافظين بتزليل العقبات وحل مشاكل المواطنين وعايز أقول لحضراتكم بس أن التعليمات دي قدت بسمرها بالفعل وده من خلال جولتهم المستمرة في الأسواق ومتابعة الأسعار والأماكن الخدمية والحوار مع المواطنين لمعرفة المشاكل الحقيقية للشعب المصري فنتمنى لهم التوفيق والسداد وعايز أقول خبر بس انفراد لرجال الأعمال والمستثمرين على مستوى الجمهورية إن هيكون هناك اجتماع مع السادة المحافظين والوزراء خلال الأيام القليلة القادمة لحل جميع مشاكل رجال الأعمال والمستثمرين وعمل تسهيلات غير مسبوقة للاستثمار وإقامة المشاريع في مصر والقضاء تماما على البروكراطية والروتين اللي معطل كتير جدا من رجال الأعمال والمستثمرين وبنأكد لحضراتكم إن مصر بتشهد طفرة في الاستثمار والتنمية في كل المجالات الفترة القادمة إن شاء الله وطبعا إحنا بيشرفنا استضافة رجال الأعمال والمستثمرين والموهبين والمبتكرين لعرض قصة كفاحهم ونجحهم في برنامج الفرسان لأن البرنامج ده للمتميزين فقط أعزاء المشاهدين نلتقي بعض الفاصل في فقرة فرسان الوطن واللي بيكون فيها ضيف دائم معانا في البرنامج خبير التنمية الزراعية المستدامة كاهر السحراء أبو النخيل المهندس الشربجي علي غريب للرد على كم من الأسئلة والاستفسارات وصلت لينا من استادة المشاهدين حول الزراعة وحول مجالات أخرى فانتظرونا بعض الفاصل مع المهندس الشربجي غريب المصري المتحدة القابدة للتنمية الزراعية واحد الشربجي اسم حفر نفسه بأحرف من ذهب في عالم الاستثمار الزراعي وتحديدا في قطاع النخيل في مصر والشرق الأوسط لتصبح الآن أيقونة مصر الأهم في تحويل النخيل إلى زراعة وصناعة يترأس مجلس إدارتها المهندس الشربجي علي محمد بدأت رحلته في عالم الاستثمار الزراعي قبل أربعين عاما رحلة كفاح عنوانها البناء ومضمونها زراعة وتعمير الصحراء ساهم طيلة هذه الأعوام في تطوير وزراعة ما يزيد عن مئتين ألف فدان في عدد من المحافظات المصرية أبرزها البحيرة وكفر الشيخ وبني سويف والمنوفية والإسكندرية ومرسى مطروح ومدينة الصالحية الجديدة لتستقر سفينة إنجازاته الحالية في مدن محافظة الوادي الجديد وتحديدا مدينة الفرفرة منطقة سهل بركة عبر مساحات تقترب من مئة ألف فدان بأفضل تخطيط علمي وفني يضاهي المشروعات الزراعية الكبرى في العالم ساهم خلالها في إنشاء أكبر مجمع لزراعات النخيل في مصر ببنية تحتية تسع زراعة ما يزيد عن إثنان مليون نخلة بمختلف الأصناف ومركزا على التصديرية منها كالمجدول والمرحي واستقطاب العديد من الأصناف العربية وتوطينها داخل مصر المهندس الشربقي يلقى بأبو النخيل في مصر في واحة الشربقي بالفرفرة طور قرابة 67 ألف فدان خلال السنوات الخمسة الماضية بزراعات النخيل وأكثر من 20 ألف فدان بزراعات الخضروات والمحاصيل الاستراتيجية بأنظمة الري المحوري الحديث التي ساهمت في سد الفجوة الغذائية ومساندة الدولة المصرية في توفير السلع الغذائية بالأسواق للمواطن المصري رحلة عطاء ساند الشربقي عدداً كبيراً من رواد الأعمال والمستثمرين في القطاع الزراعي في إنشاء شركاتهم المتخصصة في قطاع النخيل والزراعات الاستراتيجية بكافة أوجه الدعم الفني والمالي بما ساعدهم على الانطلاق واستقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال بهدف تعمير السحراء وزراعة آلاف الأفدنة ودعم رؤية القيادة السياسية في تحقيق هذا الهدف وهو البناء والتعمير لم يقتصر دور المصري المتحدة القابدة للتنمية الزراعية على أعمال الزراعة والاستثمار فحسب بل ركزت على مساندة الدولة المصرية في خلق كيانات مجتمعية تنموية منتجة داخل الصحراء وبالفعل تمكنت خطة الشربقي من توطين أكثر من 1200 أسرة بمشروع واحد بشاير الشربقي بالفرفرة وتصل لأكثر من 2500 أسرة بمشروعاتها الزراعية الأخرى بمختلف المحافظات خلال السنوات الماضية يركز الفكر الرفيع للمهندس الشربقي إلى تحويل مشروعاته الزراعية العملاقة إلى لوحات فنية محل أنظار ومحاكاة كبار المستثمرين والسفراء والوزراء بحيث يظهر ذلك على أرض الواقع في التخطيط السليم في أعمال البنية التحتية المستدامة للمشروعات ومنهجا يدرس في أفضل طرق زراعة ورعاية النخيل وكذلك في توفير بيئة عمل آدمية وآمنة في قلب الصحراء ببناء منشآت لإقامة المهندسين والعاملين وفق أحدث الطرازات العالمية بما يحقق الرفاهية والإبداع للعاملين بمشروعاته علاوة على إقامة كومباوند سكني وفندقي فاخر لم يسبق له مثيل في قلب صحراء مصر بهدف خدمة المستثمرين ليصبح الشربجي مثالا يحتزى به للأجيال القادمة وسفيرا مشرفا لمنظومة الاستثمار الزراعي في مصر مزارع بشاير الشربجي الاستثمار الزراعي كما يجب أن يكون أهلا بحضراتكم معزي المشاهدين مرة تانية في فقرة فرسان الوطن وده هنكمل فيها لقاءنا مع فارس من فرسان الوطن أبو النخيل خبير التنمية الزراعية المستدامة المهندس الشرباجي علي غريب أهلا وسهلا بحضراتك فاني أهلا بحضراتك محمد إزاي حضراتك؟ أهلا طبعا عندنا كم كبير من الأسئلة والاستفسارات وعايز بس تنقل لحضرتك حاجة مهمة جدا أن في صفحة البرنامج تلقت العديد من الأسئلة والاستفسارات وتواصل عليها عدد كمان من المسؤولين وفقا طبعا للأرقام اللي حضراتك ذكرتها والأحصائيات وفعلا الناس محتاجة تتنور في حاجات كتير خاصة في مجال التنمية سؤالنا الأول اللي هو يعني جالنا أكتر من مرة وكل يوم ما هي السياسة العامة للدولة في جميع مشروعات التنمية وبشكل خاص في الزراعة؟ سؤال جميل ومهم جدا جدا طبعا أنا مش متخصص في المجالات دي كلها أنت بحضرتك كبير في المجالات بحضرتك في كل حتة كده الله يخليك فان بس عندنا شوية معلومات كده يعني محدودة احنا كمان نستفيد من أعلم حضرتك فيها اتكلمنا قبل كده في المشاريع القومية تمام ويبتتلخص في عدة مناطق المساحات الكبيرة اللي هي تم استصلاحها خلال الفترة الماضية دي خمساة سنين اللي فاتو اللي هي العواينات وتوشكا والودي الجديد ومش��وع مستقبل مصر وسيناء والفرفرة طبعا يا فن? الفرفرة الودي الجديد يعني Cheم المناطق دي فيها شوية الماء الموجودين فيها خزن جوفي متاح ومشروع مستقبل مطر لانه مشروع مستقبل مطر ليه بس لا ده مشروع مستقبل مطر حتتعمل من هدف مش زراعة بس زراعة وسصناعة وتوسع مشروع مستقبل مصر وانا بقول لك على الرقام دي التكلفة 8 رليون ممكن حتى من الناس من المتخصصين المسؤولين هيقول لك انت الرجل ده بيتكلم كلام عبيض لا هم راجعونا فهنا قلنا انت بتعمل هيقام عليه مناطق صناعية متكملة مناطق روجستية هدمية يعني مناطق سياحية منتجعات مدن سكنية متكملة زي مدينة سيفينكس دي هتنضم للمشروع ده لان دي جزء منه ده مشروع مستقبل مصر احنا بنتكلم عنه فيها مناطق تعتبر في قلب زايد وفي قلب اكتوبر دي مناطق منطقة كبيرة جدا دي هيتعمل فيها الاف العمارات السكنية والاف الالفلل ومناطق طرفيهية مناطق صناعية مناطق خدمية انت بتتكلم على المشروع من الزراع بس ده دي دولة مهتملة مشروع مستقبل مصر هو دولة على مسؤولية حضرتنا كفان؟ منصر تلت تربع انا بقولك دولة اه مشروع مستقبل بتكلم على مشروع بيقام على التن والتن من العشرة من يوم فدان تعرف يعني ايه؟ اه مساحة دول زي ما حضرتك مساحة مجموعة دول مجموعة دول يعني هولندا هو اكبر من هولندا اكبر من هولندا هولندا 42.000 كم مربح كلها هولندا كانت في فترة من الفترات في الستينات والسبعينيات بتوكل الجزاء المعلب لتقريبا لأوروبا كلها والدول الكتير في العالم كلها يعني اد هولندا اد مساحة هولندا كده المشروع مستقبل مصر ده أد هولندا قد مساحة دولة أوروبية اه طبعا لا مش دولة أوروبية عادية هولندا هولندا دي اللي هو الداخل القوم بتاعها اثنين تريليون دولار اثنين تريليون مش متين مليار مش متين مليار لا اثنين تريليون التالت اخوة قتصات في أوروبا انت سيدك معايا هالمستقبل مصر ممكن يبقى شابيه فعلا بدا ده مشروع حبيث اتعمل بمشروع مرة واحدة مشروع مخطط مفيش اي عشوائيات معمول لوحة هيتعمل هنا ايه وهنا ايه وكمان خمسين سنة هنا ايه ورايح فين وجاء ابنيه الموضوع مش احنا عملنا خمسين الف وبعدين عشرين الف وده عشر تلاف وده جعمل هنا مبنى وده جعمل هنا عمارة وده شارع لا المشروع مخطط على اعلى مستوى ممكن تتخيلوا بمقام عليه دلوقت مناطق اصطناعية على اعلى مستوى في العالم المشروعها كمان بيصنح كل احتياجاته يعني كل حاجة يحتكها المشروع الفترة اللي جاي دي بيصنحها عايز مواصيل عايز خلطيم عايز حديد عايز سوب بيعمل كل حاجة المشروع خلاص بدت تقام عليه الصناعات متكاملة فكرة عالي جدا والرجل القائد اللي مسك المشروع ده المدير التنفيذي العميد بهاي الغنام ده رجل فز جدا عقليه ما شاء الله عليه حاجة جامدة جدا عرفه شخصية وانا قلت له في يوم من الايام انا بتكلم على الهوى انا شايف حد قدامي مش عادي مش طبيعي مش راجل منطقي راجل ممكن تحمل مسؤولية كبيرة جدا وقلت له انت في يوم من الايام انا بكلم على الهوى هتبقى حاجة كبيرة جدا في الدولة وهتحمل مسؤولية كبيرة فالسيد الرئيس بسم الله ما شرقته الا بالله الكلام ده انا قلته من ثلاث سنين اه طبعا سيد الرئيس والقادة السياسية لها رؤية بيختار ناس يعني يقدر اكفاء يتحمل مسؤولية زي معاد السيد كده الوزير كامل الوزير اه طبعا بسم الله راجل دي ناس يعني ربنا اكرمنا بيها وربنا يوفقهم وان شاء الله ويكملوا المسيرة ان شاء الله فمشروع مستقبل مطر ده حاجة مشروع متنوع جدا وفي كل متكامل كل حاجة هتبقى موجودة فيه في كل انواع الخضار كمية صوب زراعية تكفي مدموع الدول صوب زراعية تكفي دول هيحصل عندنا اتفاق زيادة الصوبة عملت مش بنحكي كاية ده فيه مشروع مستقبل ضخمة جدا كل في انواع الفكهة كل انواع الخضروات كل انواع المحاصيل الحقلية والاستراتيجية العشاء الطبية العشاء الزيتية العطرية وهيقام عليها الصناعات بتوقام عليها الصناعات بتوقام بالفعل بتوقام المخازن بتتعامل المصانع بتتعامل المناطق الخدامية بتتعامل المشروع كل من الالف اللي لا يحتاجوا المشروع هيصنعوا ويصنعوا كل منتجات المشروع مشروع متكامل متكامل تمام من الالف إلى الياء امتى نجني سمار هذا المشروع احنا بدأنا نجني سمار فعلا بالفعل اه طبعا هم بسبق الزمن الناس بش بتنام انت سيادتك معي مش بتنام ممكن 20-30 فعلا نشوف المشروع ده بشكل متكامل اكيد هو لما بدأوا في العاصمة الإدارية مصر محمد التكلفة بتاعتها هم قالوا 30 مليار وبعدين قالوا ممكن توصل لـ 50 مليار الموضوع هي تتجوز الميت مليار ده الرقم الحقيقي عشان تتعمل هي تحتاج تلتميت مليار دولار ومش تتعمل حاليا لو احنا بدأنا في العاصمة الإدارية تلتميت مليار دولار مشروع القطار السريع ده 29 مليار يعني يقول 30 مليار دولار دي الوقت 80 مليار دولار مش هعملوه النهاردة انا عايزين نعرف سياسة الدولة خلال الفترة اللي فاتت دي يعني عندنا أربع مشاريع دخلوا موسوعة جنس من أكبر أربع مشاريع في العالم في العالم كله كله هم ايه طبعا القطار السريع منهم العاصمة الإدارية منهم العاصمة الإدارية منهم محاطة طاقة النوية دي عشان تعملنا النهاردة محتاجة 80 مليار دولار اتعملت بـ 30 دفعنا احنا 15% منها بس احنا فاندم اللي حقنا رخصي احنا لحقنا نفسنا احنا لحقنا نفسنا احنا شوف احنا جبنا جنفة آخر ثانية احنا فزنا بالمباراة من الآخر كده طب الكلام ده ليه مش مطروح والناس ما بتتكلمش فيها فاندم يعني لولها شخصية عظيمة زي حضرتك كده خبير قاعد تتكلم فيها ناسك انا لا شخصية ولا عظيم لا احنا فعلا محتاجين دا كشعب احنا نعرف الدولة راح فيه مجاية من هنا فيه ممكن ناس ما خايف اتكلم خايف اتكلم خايف اتكلم يقول على التجمية وعن ارقام تتكلم ليه وانت بتقول حاجة سر ولا بتجزب لا طبق تسيرتك معايا انا متش معايا مع حضرتك وممكن حد من المسؤولين يقولك ده احنا مش هزين يقول الكلام ده عشان الكلام ده مش مسموح ممكن حد يتكلم بيه اصرار دولة مش اصرار دولة ولا حاجة بدا من فخامة الرئيس ومن الكادة السياسية بمتابعة الاسعار ومتابعة اعباء الناس لان هو طبعا هو اغلى شي في الدنيا واسم انشيء الوطنك يعني الوطن هو اغلى من امنك واغلى من بنتك واغلى من نفسك ولا مش منطقي هو وطنك لازم نحافظه عليه فحنا دلوقتي بنبنه في وطن يعني انت سيادتك معايا والوطن يستحق يعني بناء كل غالي ونفيس طبعا وبص اللي حواليك بص الدول اللي حواليك شكلها ايه احنا ربنا حمينا وقيادك حمينا اكيد 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 ربنا هو حامل كل فوالله احنا ربنا ان شاء الله يوفانا في المستقبل مطرة تبع حاجة عظيمة جدا ما انت حضرتك كده دخلت على السؤال التاني انا عايز بس يعني اأكد اأكد على معلومة مهمة جدا محتاجين رؤية حضرتك في مصر في الفترة اللي جاية حضرتك شايفها ايه بما ان حضرتك خبير تنمية مستدامة انا شايف مطرة هي هتكون اه افضل دولة في شرق الاوسط كله هتكون رقم واحد في شرق الاوسط كله وعلى فكرة كمان اقصى عشر سنين يعني انت بتتكلم كمان مئة سنة انت لقفزات اللي لقفزتها في خلال الخمس سنين اللي فدت دي في الترتيب العالمي في خمس سنين دي مكادش حد يحلم بيها مثلا في مئة سنة طبعا شبخة طرق والاسكان في كل حاجة والبنية التحتية يعني اعتقد ان كان فيه حاجات كتيرة جدا جدا نعم احنا كفزنا فيها مامشناش نعم اعتبر انت شتغلت خمس سنين اللي فدت دول خمس سنين اوه او ست سنين محتاجين اقدي افندم نشتغل تاني حتى نشعر بالراحة والرخاء هي العملية 2030 تستقرر امه تماما تماما بنسبة مئة في المية تماما هتكون انت في مصاف الدول هتكون اقتصادك قوي جدا تماما يعني انت ان شاء الله بعون الى 2030 هتبقى تاني اقوى اقتصاد في الدول العربية انت اقوى دولة انت اقوى دولة في الشرق الوسط كله ان شاء الله يا تاني واقتصاد برضو هتبقى رقم واحد في الشرق الوسط خلال الفترة اللي جاية دي ان شاء الله انا متفائل جدا خلي بالك والله انا متكلم معك بجد رؤية حضرتك ايه في المستقبل لمصر انا شايف رجالة شغالة تمام بتكلم معك بجد والله شايف رجالة شغالة تمام اه وده طبعا يعني شهادة عظيمة من حضرتك ان فعلا مصر قوية وسط ظل طبعا كانت وسط ظل اكيد قوية اكيد برجالتها سواء في كل المجالات اكيد مجال العسكرية او المجال التنمية اعايز اقول لحضرتك ايه المشاريع التنموية اللي فعلا الدولة بتدعمها بشكل مباشر اللي يعني فعلا الدولة بتعتمد عليها ان في الفترة اللي جاية فعلا تعمل اكتفاق ذاتي تعمل اكتفاق ذاتي في الصناعة تقلل فاتورة الاستراض هو الدعم شامل تمام الحقيقة يعني هو الدولة بتلعب على كل المحاور دي والمحاور الرئيسية هي ايه للدولة هو رقم واحد عندك بيبقى الزراعة اللي هو اكلك وشربك تمام ودي اكتر حاجة دولة ان فقد عليه فلوس في خلال الفترة اللي فادت هل في الخمس مشاعر ما هو ان فقد دي الطرق دي الايه بتخدم ايه الطرق بتخدم ايه بتخدم الزراعة هذي كان يودك تشكة والعوينات وكان يودك سينة ويودك الفرافرة ويودك سية ويودك الكلام ده كله لو مش عندك شبكة طرق تمام طبعا ده اساسي اي مشروع بيبقى هما الطرق والمية والكهرباء تمام تمام ودول يتعاملوا البنية التحتية هي البنية التحتية ومن كان يحلم ان يوفر اه 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 الاعداد الارقام الفلكية دي طاقة للمصانع اللي شغالة دي اه وغلبها شغالة بالغاز دلوقتي اه ارقام فلكية مش منطقية كما المصانع اللي شغالة النهاردة لو لانت الدولة بتدعم الغاز وبتدعم الوقود وبتدعم والكلام ده كله تمام ما كنتش تنتج فهو الدولة بتدعم الزراعة بتدعم الصناعة الطاقة طبعا احنا بنعمله مشاريح طاقة دلوقتي انت عندك بس في المؤتمر بتاع الاتحاد الاوروبي ده احنا عملنا عقود في الطاقة بستين مليار يورو من كم يوم كده اه ستين مليار يورو انتعرف الرقام يعنيه طبعا طبعا احنا دخلنا مشاريع بس طاقة مشاريع للطاقة النظيفة انا عايز اقول له حضرتك حضرتك شايف مصري فين في الطاقة في الفترة اللي جاي يا باشا ده راحة فين انت روحت خالص انت بحق ما قولك انت عديت الحمد انت دخل انت بتعمل بتعمل مصانع وشريع للطاقة خلال السنتين بس اللي فاتوا دول انت داخل في 150 مليار دولار استثمارات في الطاقة في الطاقة بس انت هديل طاقة الاوروبا والطاقة الافريقيا والدول العربية دي حقيقة وهتخش توكل اوروبا والدول العربية والناس اللي جنبك الفترة اللي جاي دي توكلهم برضو مش بس طاقة المشاريع التنموية الخاصة بالزراعة انت هترجع لزمان تاني للماضي وان شاء الله مطر رجع تاني تسجدتك معي؟ تمام هل ده ممكن يتوقف عليه يعني انخفاض في اسعار العملة الصعبة او يعني المشاريع التنموية دي لما تؤتي بسمرها نعم هل هيكون هناك انخفاض في اسعارها؟ والله عندنا كم مشروع دلوقتي احنا ماشيين بالتجاه هم يعني دلوقتي اتفاقات البريكس دي الدول دي دول غنية وكبيرة وفيها متنوعة جدا اللي بتتكلم على البرازيل والهند والصين والتحق والروسيا والدول يعني انت بتتكلم دول نص العالم لا وعزم في الاقتصاد يعني دول نص العالم ودول فيهم سبعين في المية من اكل العالم سبعين في المية بكلمك عالدول دي فيهم سبعين في المية من طعام العالم كمان البرازيل دي عالم لوحدها طبعا ربع انتاج اللحوم في العالم من البرازيل كمان حدس ولا حرج الهند مش حاجة هينا مش بتلعب لا طبعا طبعا من الدول العظمى الصين حدس ولا حرج روسيا حدس ولا حرج نضم لهم كمان خمس دول بقوا تسع دول دلوقتي داخل كمان اتنشر دولة واحد وعشرين دولة خلال خمسة وعشرين هيكونوا في الدول للبريكس يكون في تعاون وابتبادل للسلع للسلع بالعملات المحلية ودي هتغير دي خطوة كبيرة جدا دي خطوة كبيرة ودي هتريح الدنيا عندنا انت شايف حضرتك ان احنا يعني دخولنا في البريكس ده حاجة مهمة جدا احنا انت هقول لسلتك حاجة وانا هقول كلام على مسؤوليتي وانا بتكلم انك راجل مش خبير ولا متخص وراجل مالي ولا يعني انا بتكلم كده بكتهد يعني بس ممكن يعاني بالحال تقوله والله من عشر سنين او خمش سنين واحد كان فيه واحد في برنامج في قناة النهار قال الكلام ده انت زمان كنت اغلى عملة في العالم تمام واقع واقتصاد في العالم واقع دولة كنت كل حاجة كنت رقم واحد انت هترجع رقم واحد تاني ناخد من كلام حضرتك او والله يبتكلم معك بجد لا احنا هناخد من كلام حضرتك اللي هو كلام مهم جدا وعزائي المشاهدين نخرج لفاصل انتظرونا لان فعلا الاسئلة والاجوبة والارقام تهم كل المصريين انتظرونا بعض الفاصل مع ضفنا الكريم المهندس شرباجي علي غريب خبير التنمية الزراعية المستدامة انتظرونا موسيقى اهلا بحضرتكم عزيزي المشاهدين مرة اخرى مع ضفنا المهندس الشرباجي علي غريب خبير التنمية الزراعية المستدامة نكمل حدثنا الشيط معاه يعني بالارقام والمعلومات اللي افاض علينا بيها احنا طبعا بنتقدم له الاول بخالص الشكر والتقدير ونكمل حوارنا مع حضرتك هنخرج شوية بس عن المشاريع عايز اقول لحضرتك اتجاه الدولة في دعم مشاريع زراعة النخيل هرجع بس لحضرتك في التخصص يعني نعم هو فيه تحول كبير وفيه اهتمام غير عادي بزراعة النخيل في المطر لان النخيل من المشاريع القومية المهمة الرئيسية سلعة رئيسية يعني التراتيجية وهي كمان امن غزائي يعني امن قومي النخيل امن قومي النخيل امن قومي اه لان يومي بقاش عندك اي حاجة خالص ويحصل عندك لقدر الله اي ظروف او اي تحول او اي تغير في المناخ او لقدر الله في ظروف غير عادية فهو النخل مهموش اي عوامل جوية سيئة او اي ظروف مناخية وبعدين بطول ما عندك بلح حتى لو ما عندكش اي محاصيل ولا اي سلعة اخرى في مطر كلها عندك بلح هتقدر تعيش على المياه والبلح وعلى التمر فهي سلعة امن قومي هي امن قومي تمر امن قومي ده مصطلح جديد يعني بنقوله على لسان حضرتك ان زراعة النخيل امن قومي امن قومي يعني العراقلة بتعمل اي حضر لمدة تسح سنين كانوا عايشين لو مش عندهم الطمر واللبن والمية ما كانوش عايش وكانوا انتهى كان الدنيا خربت فحرب غزة ده هما دلوقتي عايشين على ايه جب فيه الطمر وجب فيه زازة مية معروفش اطبوخه لان البيت تهدد بالكامل باش فيه حياة لا كهرباء ولا غاز فالطمر ده يعني غزاء رسمي لكل العالم واجبة كاملة يعني واجبة متكملة اه طب الدولة بتدعمه زي فن الدولة وفي مؤتمر اتعمل اه انا لسه جاي منه دلوقتي من المؤتمر تمام اعملوا اتحاد المصدرين وعملوا مركز محوث النخيل مركز محوث الضرعية تمام وهو طبعا دعوة كريمة هم دعوني حضرت مع مجموعة من الاشخاص المهتمين والمتخصصين في المجال تمام واحنا بنعملوا حاجة زي يعني حد يبقى في حاجة مسؤولة عن النخيل في المصر تطوير النخيل تطوير تطوير زي جمعية مركزية او مستعدين ندعم نعم الفلاحين الصغيرية خبر كويس جدا للمستثمرين في زراعة النخيل اه الكلام دا دلوقتي اه دلوقتي جاي دلوقتي من المؤتمر تمام وهيكون فيه اكتر من اللقاء واحنا ان شاء الله الفترة اللي جاية دي هنحاولوا فيه موضوع كبير بنزل التمور ان شاء الله فيه قرارات تتخذي تفندم بالمؤتمر ده هناخدوا قرارات خلال المؤتمر اللي جاية او اللي بعده يعني بعد عدة قرارات ومناقشات يبا فيه حاجة يعني مادة دا سما تتكلمنا فيها حاجة وصلنا لحلول وصلنا لأراء متفقين عليها تمام يبا فيه قرار تمام لكن يعني المؤتمر ده حضراك شايف ان يعني فعلا كان مهم في الوقت الحالي لدعم مشاريع النخيل او جراعة النخيل في وقت حسس جدا عشان تطوير الصناعات الصناعات القايمة على التمور الصناعات الرزاية القايمة على التمور بصفة عامة تمام البحث العلمي كمان علشان ناخده افضل منتج وناخده اعلى منتج وعلى جودة عشان التصدير كمان نتكلمنا في موضوع المعارض قامة المعارض في مصر وخارج مصر تشجيع الاستثمار والدولة كمان تساعد كل منحقين التجارين على مستوى العالم اللي هم في السفرات بتاعتنا يتولوا المسؤولية دي بحيث ان هم كمان يعملوا رواج وسمعة كبيرة للطمر بتاعنا خارج للطمر المصر في الدول دي كمان ومشروع الطمور هيتصنع عليه منه كل حاجة هيقام عليه الصناعات زي السكر والعسل والمرباط والشوكارتات والعصائر والمركزات بتاعت الاعلاف والادوية وكل حاجات كتيرة جدا وصناعات الاخشان 20 صناعة 20 صناعة تقديم قائمة على زراعة النقل بالضبط كده نعم هقال ده كله تم منقشته النهاردة في المؤتمر اه تم من المنقشة بس فيش قرارة استخدناها لكن فيه قرارات اعتقد ان هي هيبقى شيء مبشر للمستثمرين في مجال النقل اخذت شهور بالكتير ايبقى فيه قرارات ان شاء الله تمام احنا بس عايزين نخش على حتة تانية مهمة جدا ما هو دور الشركة المصرية المتحدة للتنمية الزراعية في اقامة مشاريع تنموية في عدد من المحافظات واحنا عندنا مشاريع في سبع محافظات بس احنا المشروع الاكبر في الفلاطرة في الولد الجديد للشركة ليه دي مساحة اكبر يعني كان فيه مساحة متاحة انك تقدر تشغل فيها وتقدر تشغل فيها التمور بالذات لان التمور يعني الجنوب كمان وفقا للمناخ المناخ عايز ضراجة حرارة عالية وارتوبة مخافضة فبالتالي مش هتلاقي الكلام ده غير في الوادي الجديد في اسوان في السهاج في الاكسور في المحافظات اللي هي المناطق الحارة كمان والارتوبة فيها مخافضة اللي بتصلح لجميع الاصناف الخاصة نعم نعم احنا من بدري احنا بالنادي ان الدولة تدي لصغار المستثمرين مساحات كمان في مشكلة في عيق زي ما احنا تكلمنا بكذا في اللقاء الماضي واللي قبله ان في مشكلة بالنسبة لأي مستثمر صغير او بالنسبة لشاب او خريه ان المساحات المتاحة في الوادي الجديد او حتى في المحافظات لن يكون مشروع لحد الادنى 200 فدان فلازم يكون مجموعة من الشركة والدولة العامية ريف الماضي عامل فعلا مساحة كبيرة وازحة بالطريقة دي 10 اشخاص 230 فدان او 230 فدان او 230 فدان او بس خد ريف الماضي اصبح ما عندوش مساحات متاحة يديها تمام احنا في حاجة دلوقتي يبينفكروا عن مجموعة مستثمرين حوالي 25 مستثمر انا بحاول ان انا اعمل تكتل ده من خلال الشركة المتحدة من خلال الشركة المتحدة تمام مجموعة شركات من الشعالة في مجال الزراعة وبقنا احهم ان احنا نعملوا مشروع كبير جدا متنوع مش بس ناخل يعني المحاصيل الاستراتيجية كلها زي الفود زي الضرة زي القمح زي الشعير زي السمسم عشان الزيوت نعم او طبعا المشاريع الاستراتيجية المهمة الماضي اه نعملوا مشروع كبير جدا يعني لما يكون في تعاون مجموعة شركات تقدر تعامل المشروع ده هم 25 شركة تقريبا احنا لحد الان احنا 11 شركة 24 احنا 11 دلوقتي تمام بحاول اكملهم 25 شركة تمام ده المستهدف يعني المستهدف اه الكيان اللي قام عليه هزي المشاكل نعم ونبدأه بمئة الف فدان تمام ونوصله المليون فدان ده سلعة استراتيجية 25 شركة تمام اه يعني يبقى كل شركة 25 الف فدان تقريبا وديك متناول ايدين الشركات الكبيرة يعني الشركات كبيرة يقدر يعمل 25 الف فدان امتى المشروع ده فندم يخرج للنور يعني ده احنا الاول بنعمله التكتل بنحاوله نوصله لعدل من الشركات المحترمة الشركات الزراعية المحترمة احنا بننشدهم من خلال حضرتك يعني نعم تمام اه وهتلاقي انت الشركات الكبيرة الزراعية اللي في مصر هم 25 شركة برضو كبارة اللي في مصر معروفين طبعا معروفين اه تمام ومعروف من الاساسهم وين اللي كذا وتستغرب من الناس دي ابدو استعداداتهم فندم لدخول في هذا التكتل هو فيه اربح شركات من الشركات القديمة لان الشركات القديمة دي يعني صحاب الشركات التوافو زي عثمان شركة زي مضرع دينة مصحب مضرع دينة زي المضرع المغربي الحجب سلم حجازي بيكو جماعة الدياب هم العدد بتاحهم 25 شركة يعني احنا المجموعة الشركات 25 شركة دالب تيكس سمير النجار يعني مجموعة عشان ننساش حدهم عدد هم 25 شركة تمام الكبار والطماطر اللي هما خدوا بصحات كبيرة واشتغلوا وعملوا حاجة كويسة تمام كل واحد في مجاله اللي في مجال الموارح واللي في مجال الموز واللي في مجال الفراولة واللي في مجال الزيتون الزيت واللي متنوع عمل عنده مثلا زي التمور والمنجا والحلويات والكلام ده احنا عايزين نوصله لأول التكتل الاتفاق ونعملوا مشروع زراعي متنوع يعني التكتل مش هيبقى مرتبط بزراعة النخيل مثلا او زراعة متنوعية وحتى المساعات الحالية اللي بزراعة النخيل كلها تمام هيتم يتركيب عليها محاصيل تانية فاكهة وخضروات وكل المال محاصيل يعني اعنا من السنة الثالثة والرابعة والخمسة هنبدأ نركب محاصيل على التمور لان ده بيسمح انت تركب علي النخل تلات محاصيل تلاتة فنزراعه شجر وبعد وتحت الشجر تزراع خضروات او محاصيل استراتيجية وده موجود حاليا في الدخلة في الخارجة في الوحات البحرية في سيوة في المناطي القديمة اللي فيها النخل ده موجود بالفعل دلوقتي موجود الفلاح عنده خمسة فدان زراحهم نخل وزرع معهم شجر وزرع تعطي الشجر محاصيل وعنده بقرطين او جمستين فهو عنده تلات محاصيل تلات محاصيل ده موجود والاف الأفدنة موجود في المساعات الكبيرة دي والكل بيخدم كله يعني انت عندما تزرع منجا مع نخل المنجا بتخدم النخل هو نخل بيحت لان النخل عايز المنجا عايزة كمية ضل بالحرارة العالية كسر حدة الشمس الحرارة فده بيوفرها لنه وعايزة في الشتة تدفية فبالتالي الشجر الجليد بتاع النخل هي دفيها سيادتك معايا ويزرع محاصيل تحت الشجر والنخل النخل المجنوع الجذري بتاعه سطحي هيغزي المحاصيل بالماء والغذاء انت سيادتك مركز معايا فعندك ثلاث محاصيل في فدان وعشان كده بقولك ان تزرع 210 مليون نخلة كاستهداف او 510 مليون نخلة في 250 الف فدان او في 220 الف فدان هتزرع معاهم شجر وهتزرع معاهم خضروات وكل المحاصيل وهيبع عندك كمان معاهم الانتاج الداجيني والانتاج الحيواني في المناطق اللي هي غير صرحة للزراعة والمناطق المخافضة اللي هي سيئة ما تزرعش فيها هتعملها احواب مظلح سماكية وهتعمل عليها المناحل عشان المناحل النحلة هيلقح كل انواع الشجر اللي عندك وهتستفيد منه كويس طالعا وهتربي كل انواع الطيور والحيوانات انت بتتكلم مع مشروع المتكامل في قطعة ارض لا ده فال250 الفدان التكتل ده اعتقد انه هيبقى طفرة برضو زيه زي مشروع مستقبل مصر كده نعم بالضبط كده بالضبط دور الشركة المتحدة يا فندم من المعفو الشركات وهو اي شركة منهم تقود يعني احنا احنا مش بفكرون احنا الانر يعني احنا بنعمله الكلام ده عشان مصري يعني عشان نعمله حاجة نقدمه حاجة اعتقدوا لهم رح رحفتك تعلم اه يعني الهدف واحد اما رح بيقول لي انت 65 سنة وانت متعبتش انت رايح فين تاني بتفكر تستطلح في 100 الف فدان ومتين الف فدان قلتوا له انا حتى لوانا رايح للميت الفدان دول في السكة ومت يبقى انا يقع اجري على الله يبقى انا مت انا رايح فيه رايح عمر في الارض وانا عشان انا بحاول اعمل حاجة اخذها معايا مش حاجة اقسيبها فاي حدها يا عمر وافضل شي عمضة لبنى سبحانه وتعالى عمر الأرض الزراعة الزراعة نعم على فكرة جالنا برضو حاجات كده في الصفحة اللي موجودة امام حضراتكم مع حضرتك في تكتل او او شركة كبيرة لزراعة السلع الاستراتيجية منها الامح نعم لتقليل فطورة الاستراض نعم فده برضو يعني عايزين نقول لحضرتك ان بعض من المستثمرين في استجابة نعم بس ايه المميزات اللي يخشوا بيها يعني يعني نقول لهم يعملوا ايه هو انت عندك في الواد الجديد دلوقتي المحافظة طرحة ارض تمام المحافظ والمحافظ اذا ما بيروح له اي حد جد مش بنعنده غير بالعقد بيدي له ارض فدي فرصة احنا بنحيي سابت اللي هو محمد اه والله العظم بقول لهم يطلعوا من ايه على على سابت الوزير المحافظ لأنه فعلا يعني بيسهل ومستقبل مشروع ريف المصري الجديد الواحد ونص مليون فدان بيع عندهم تقريبا متين قل فدان من المساحة الله يعلم تقريبا حاجة زي كده تمام اي مستثمر جد برضو بيروح يقدم دراسة الجدوى وملاقي المالية بتاحته والدوله ارض بعد ساعبة معاها ارض ويقود المكانين دول اتنين اتنين من الناس اللي هم العظماء يعني المحترمين افاضل اللي هو عمر والله هو اللي هو دكتور محمد الزملوت هو زياد الجديد كل التحية لي افهم ده وهم الكلام ده يسمعوه انا متكلم اما مش متأخرين اي مستثمر جد هم بيساعدوه ودي مسحات وفرصة متاحة دلوقتي اللي عايز يلحق يعني بسرعة ويضعوش وقت لو حضركت هتذكر من ست سنوات كان فيه لقاء مع ست الوزير المحافظ حصل وقال كده يعني قال لنا كده في البرنامج ان فيه برضو بعض الحوافظ للناس والناس تيجي تفوض الارض ويبقى فيه تخفيض في السعر وتسهيلات في الإجراءات نعم عايز ارجع تاني للشركة المصرية المتحدة للتنمية نعم وهي شركة يعني كل عارف انها شركة عظيمة جدا هدفها الخدمة للتنمية نعم ايه المفاجآت اللي حضرتك كنت عايز تقولها للسادة المشاهدين وللمستثمرين وقلتها نقولها في البرنامج والله احنا عملنا حاجة كده احنا قررنا على يعني في حدود امكانياتنا ان احنا ندلوا الشباب معنا عارض احنا عطينا للشباب عطينا بس احنا عطينا لما جدينا اشتغلنا في ندل ارب كمين عطينا الفلاحين صوارين وعطينا لناس اصحاب صنع يعني النجار الحداد الميكانيكي الكهربائي التاع اللي عنده لوادر اللي عنده حفرات اللي عنده حفرات بتاعة عبار اللي بحفروا cauliflower اللي بيشتغل في مجال الشباكات الرئي اللي بيشتغل في مجال الخامات البذور الاسمدة الكيمويات عطينا العدد كبير من الناس دي عشان يبقوا موجودين في المكان ده شركة المصرية المتحدة هي اللي اديت لهم فعلا اه ودلوقتي بندوا مساهمين يعني احنا مش بنبيع أرض ممنوع بيع أرض انا عارف كلمة حضرتك المشهورة شركاء نجاح اللي بيخش مع حضرتك سواء في مشارش شرباجي او الشركة المصرية شركاء او يساهم في الشركة يجي ساهم يجي ساهم في الشركة بخمسة في الدام بعشرة في الدام باتنين في الدام ونص وخبار سيادتك هو بيكون معاك لحظة بلحظة وساعة بساعة ووجوده معاك هيفيدك انه المكان بيعمر في عدد معين كبير من الناس في المكان ده لما يبقى المكان فيه عشر أفراد او عشرين غير لما يكون موجود فيه خمسمائة ولا ألف شخص ولا ألفين شخص بنتعملوا مجتمع عمراني لما بنجيبوا العدد ده بنقلوا الناس من الوادي الضيق للوادي الواسع الكبير اللي هو الوادي جديد الوادي الرحب وإحنا يمكن قلتلك فاكر ذكر لما قلتلك أنا من ست سنين إحنا يبقى عندنا ألفين وثلاثين في المكان ده خمس تلاف شخص كمام اللي هو المجتمع المتكامل وكان أظن أن كان عندنا تلتمائة شخص في الوادي ده كمام أو تلتمائة وخمسون وحضرتك كنت بتدي خمسة فدان ببيت صغير آه إحنا داخلنا على العدد دلوقتي أحوالي ألف وخمسمائة شخص والفين وثلاثين يبقى عندنا في المشروع خمس تلاف شخص إحنا عايزين يبقى عندنا خمس تلاف خمس تلاف شخص حتى الفين وثلاثين آه خمس تلاف شخص في مشروع واحد طب وفي هدفنا نعمله دلوقتي نشوفه الدولة لما فيه عدد كبير آه بنفكر دلوقتي هيئة لبنية التعليمية تعمل مجمع مزايا للسناك كمان هنعمله مستشفى في الموقع كمان احنا على فكرة الجيش بدلوقتي بيعمل مستشفى في الفرفرة آه طبعا كل التحية والطبيعي هتخش في تكلفة حوالي مليار جنيه كمان مليار يا فعلا المنطقة تستحق يعني مستشفى على أعلى مستوى وده أفضل المشاريع اللي اتعملت لحد الآن وهيكون حافز أصلا للاستثمار في المكان بالزبط كده احنا بنحاوله عشان المشروع بينه بيد الفرفرة مثلا 30 أو 40 كيلو هنعمل المستشفى صغير يعني اليوم الواحد زي ما بيقولوا كمان عشان لو في قدر الله أي حاجة سريعة لأنه بيتعمل مستشفى عالمي في الفرفرة دلوقتي كمان ويتعمل مطار في الفرفرة كمان على مساحة 24 ألف فدان وكيد ده نظر مستقبلية ده ونتعمل مطار هو أكبر مطار في مصر بيتعمل في الفرفرة هيتعمل في الفرفرة لأنها تبقى منطقة برضو على 24 ألف على عشرة كيلو في عشرة كيلو بالفعل لمساحة الخصاصية مستقبلاً الفرفرة هيتعمل محافظة لأنها أخبرك ذكرت أنها سلت غزاء مصر الفرفرة طبعاً عشان كمية الماء الموجودة فيها والمناخ والطبيعة بتاعتها محترمة كمان فيعني إن شاء الله المستقبل كويس بالنسبة للودي الجديد هيكون خير كبير على مطار إن شاء الله كمان لو قلنا قبل ما نختم حلقتنا إيه حضرتك اللي هتقدمه للسادة المشاهدين من خلال الشركة المتحدة اللي عايزين يستثمره في مجال الزراعة نعم أنا بقول للمستثمر الكبير اللي هو عايز يستثمر في مساحات أكبر مثلا 200 فدان يطلع على المحافظة المحافظ مباشر كمان مش محتاج وسطة ولا حاجة يروع على مكتبة المحافظة عطول طيب واللي عايزين أقل من كده فن اللي عايزين أقل من كده يروح لريف المطري عندهم مساحات ممكن بشي مساحات أقل من كده ممكن لـ 100 فدان والحد 1000 و2003 تلاف فدان ريف المطري كمان واللي عايز مساحة زيارة الشركة المتحدة مش عشان لا العايز اللي جاد بس احنا عندنا دلوقتي طلع في حاجة واحدة بس كمان كأسهم كمساهن في ناخلة بس كمان احنا بفكروا إن شاء الله احنا عايزين ندي هدية لأستاذ المشاهدين يعني بحضرتك معنا شركة المتحدة وقتلهم ايه هندي من المساحات بتاعتنا هندوا 5000 فدان والمساحة ممكن تبع 10 000 فدان وممكن نزود المساحات اللي هي الـ 2,5 فدان أو 5 فدان أو 10 فدان يعني مساحات سويرة الفترة الجاية إن شاء الله احنا هدفنا ندخل معنا مساهمين في مساحات المحاصيل كمان الاستراتيجية كمساهمين برضو بس هنا مستنين احنا عندنا خطة نزرعه السنة الجاية إن شاء الله يعني من 40 إلى 50 جهاز بفتراي محوري بالقمح كمان وهدفنا كبير جدا بس هنا منتظرين الكهرباء تخش الفرفة لإن المحاصيل محتاجة الطاقة صعب بإنك مكلفة جدا احنا كل حلقة بنضم صوتنا لصوت حضرتك وبنلاشد دولة رئيس الوزراء سرعة ادخال القهرباء لسلد غزاء مصر واحد الفرفة اه طبعا وهو دي مهمة جدا لإن دخول الكهرباء في الفرفة هيساعد هيا صفيته وسعاد في ملايين للأبدنا مش فعلة فات في ملايين في ملايين في ملايين ناخد من كلمة حضرتك نعم وبنتقدم لحضرتك بخالص الشكر والتقدير والاحترام نعم للأسف الوقت دهام لك العادة والوقت تخلص مع حضرتك بنشكر عزيزي المشاهدين خبير التنمية الزراعية المستدامة أبو النخيل في مصر كاهر الصحراء المهندس الشرباجي غريب شكرا انتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله وهنستكمل حوارنا وحديثنا الشايف مع البشمهندس إن شاء الله انتظرونا عاشت مصر موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة